نرحب بكم في حلقة جديدة من قناة EDC بالعربية في هذا الفيديو سنأخذكم في رحلة ممتعة وملهمة لاكتشاف إنجاز استثنائي في عالم الرياضة ستتعرفون على قصة شخصية لامعة وكيف أثرت في ساحة الكرة العالمية قد أصبح يسين بونو الحارس المغربي محط اهتمام العديد من عشاق كرة القدم حول العالم بعد إعلان انضمامه رسميا إلى نادي الهلال السعودي وقد أثارت هذه الخطوة البهجة والفضول في أوساط المشجعين والمحللين على حد سواء حيث يعد بونو واحدا من الحراس المميزين الذين تركوا بصمة ملحوظة في عالم كرة القدم بونو البالغ من العمر 32 عاما لديه تاريخ حافل في ملاعب كرة القدم حيث بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي الوداد المغربي قبل أن يتوجه إلى إسبانيا لينضم إلى صفوف تيكو مادريد ثم انتقل إلى اندية أخرى مثل جيرونا وإشبيلية حيث تألق بشكل لافت وساهم بقوة في تحقيق فريقه لقبين في دوري الأوروبا منح بونو أداء مبهر في مرمى إشبيلية مما جعله الخيار الأول لحراسة المرمى في عديد من المباريات الهمة وقد تألق خلال مباريات الفريق الإسباني وحقق معه لقب الدوري الأوروبي على مدى سنوات متعددة مما يشير إلى مهاراته الاستثنائية وقدرته على التصدي للتحديات تجلى إدعو بونو أيضا في منتخب بلاده المغرب حيث ساهم في تحقيق نتائج رائعة في كأس العالم 2022 حيث تأهل المنتخب المغربي للدور ربعا نهائي تميز بأدائه الاستثنائي في مباراة الفريق أمام إسبانيا في دور الستة عشر حين تصد بشكل مذهل لركلات الترجيح وساهم في تحقيق الفوز من الجدير بالذكر أن بونو لم يكتفي بالتميز كحارس مرمى فقط بل استطاع أن يظهر موهبته في التسجيل أيضا سجل هدفا رائعا في مرمى فريق ريال مايوركا في إحدى مباريات الدوري الإسباني مما أضاف جانبا إبداعيا غير متوقع لمهاراته مع انضمامه إلى نادي الهلال السعودي يمكن توقع تأثير كبير من بونو على الفريق والدوري السعودي بشكل عام سيشكل تواجده ضن كوكبة من النجوم الأخرى مثل نيمار ومعلكوم وكويليبالي تحديا قويا للفرق المنافسة يظهر ياسين بونو كلاعب مغربي متميز يحمل معه إرثا مميزا في عالم كرة القدم الدولية والمحلية من خلال تحقيقه الألقاب وتسجيله لإنجازات استثنائية يظهر بونو أن الإصرار والمثابرة يمكن أن تفتح أبواب النجاح والتألق في مجال الرياضة وهكذا نصل إلى نهاية هذا الفيديو على قناة ABC بالعربية قدمنا لكم نظرة شاملة على قصة الإنجاز والتأثير التي جسدتها هذه الشخصية الملهمة نأمل أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه القصة ولا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من المحتوى المثير والملهم شكرا لكم على متابعتكم وإلى اللقاء في الفيديوهات القادمة